اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احتراما للعلاقة الجيدة بين الناديين وفي المعسكر الكاتالوني فان جوزيب ماريا بارتيميو رئيس النادي ومساعده في الادارة لا يرغبون تماما في عودة نيمار بسبب السيناريو الذي رحل به اللعب في صيف 2017 بينما يرحب ليونيل ميسي نجم الفريق بمزاملة اللعب نيمار مجددا واكدت مار كان الادارة الباريسية تعلم بكل هذه التحركات وتدرك الصدمة التي يعيشها اللعب بعد الخروج من دوري ابطال اوروبا لذا تحاول ان تغري نيمار بعقد جديد مع تحسين راتبه اصبحت عودة الكولومبي خمس رودريق صنع العب فريقي ريال مادريد الاسباني والمعاري لنادي بايرين ميونيخ الالماني للنادي الملكي مجددا في الموسم المقبل محل شك الدولي الكولومبي لعب معارا مع ندي البافري لمدة عامين حيث انضم صنع العب ريال مادريد لبطل البونتزليك قبل عام ونصف ويتبقى في عقده نصف موسم مع البايرين وبحسب ماركا الاسبانية فان بالتعاقد مع ميليتاو اصبح يملك ندي الملكي ثلاثة لعبين من خارج الاتحاد الاوروبي بتوجد مواطنيه فنسوس جونيور والمعار لسانتوس رودريقو جوسا والذي سينضم للفريق الصيف المقبل واضحت الصحيفة انه لكي يعود خامس مجددا لصفوف ريال مادريد عليه الخصول على جنسية اوروبية او ان يتجه النادي لعارة جوس وهو امر غير مطروح للنقاش في الوقت الراهني داخل ريال مادريد وافدت الصحيفة ان القرار نهائي بشن عودة خامس للنادي الملكي مجددا في يد الفرنسي زيندين زيدان المدير الفني الجديد للنادي والذي لا يتمتع بعلاقة جيدة مع الكولومبي بعدما رحل في الولاية الاولى لزيسو بحثا عن دقائق لعب اكثر يدرس نتي برشلونة الاسبانية الاستغناء عن مدفعه السامويل امتيتي في فترة الانتقالة الصيفية بعد الاصابة التي قضاها لمدة خمسة اشهر مصابا في الركبة وذكر موقع كالتش ميركتو الايطالي ان برشلونة يسعى وراء صفقة ماتيس ديلخت نجمي يكسم استردام الهولندي باي شكل واشر الى ان برشلونة يسعى لتدبير اموالي صفقة ديلخت من خلال بيع امتيتي لأسيما ان الاولى يعد مستقبل الدفاع ويواصل برشلونة سعيه في بناء فريق شاب لمواصلة الهيمنة على البطولات في المواسم المقبلة رد الفرنسي عثمان ديمبلي جنح فريق برشلونة الاسبانية على الصحفي فرانس وديفاد بعد ما كشف الثاني ان الاصابة التي تعرض لها الاول في مواجهة اولمبيك ليون بدور ابطال اوروبا بسبب سوء نظام التغذية ديمبلي كان تعرض لاصابة في مواجهة ريوفيكان وتعفى منها ولكنها تجددت مرة اخرى في مواجهة ليون حيث تعرض لاصابة في الفخذ سيغيب على اثرها لمدة اربعة اسابيع فرانس وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اعرف انه كان لديه طباخ شخصي قدم له نظاما غذائيا انقذه من الاصابة لكنه اقاله قبل شهرين ليرد ديمبلي مستخدما حسابه بتويتر حيث قام باعادة نشر التغريدة وكتب انت لا تعرف اي شيء على الاطلاق تغيب النجم سينيغاليسا ديوماني العابي ليفربول الانجليزي عن تدريبات فريقه اليومية استعدادا لمواجهة فولهام ضمن منافسة الجولة الحدية وثلاثين من بريمرليك واقاد من الريدز نحو التاهل لربع نهاية دور عبطال الوربا بعد تسجيله ثنائية في شبك بايرن ميونيخ بالمباراة التي انتهت بثلاثة اهدف مقابل هدف لصالح ليفربول وكشفت صحيفة ليفربوليكواناماني لم يظهر في تدريبات ليفربول استعدادا لفولهام بسبب الاجهاد وان اللعب قد يغيب عن المشاركة في المباراة وتابعت الصحيفة ان الغانين بكيتا قد لا يتوجد في المباراة ايضا بالاضافة لاصابة النجم الانجليزي هندرسون الذي خرج من مباراة بايرن ميونيخ بعد اصابة في كحله هذا ويحتل ليفربول المركز الثاني على جدول ترتيب لبريمير ليغ برصيد ثلاثة وسبعين نقطة وبفريق نقطة عن منشستر سيتل متصدر بينما يتواجد فولهام في المركز التسع عشر برصيد سبعة عشر نقطة كشفت تقارير صحفية ان حرس مرمى فريق بورتو ايكر كاسيس سيظل مع الناد البورتغالي حتى عام الفين وعشرين وكان من المفترض ان ينتهي العقد الحليل الحرس الاسباني مع بورتو في يونيو الفين وتسعة عشر لكن شبكة اسكايس بورتس العالمية اشرت الان عقد كاسيس يتضمن بندا يسمح لادارة بورتو بالتمديد حتى موسم اخر ولكن بشرط واحد وافدت ان ذلك الشرط يتمثل في مشاركة حريس مرمى ريال مادريد السابق في ثلاثين مبارا هذا الموسم وهو ما تحقق بالفعل حيث لعب اربعة وثلاثين مبارا وكان الحارس صاحب السبع وثلاثين عاما قد انتقل الى بورتو قادما من ريال مادريد في الفين وخمسة عشر يذكر ان بورتو سيواجه لفيربول في دور ربع نهائي من دور ابطال اوروبا توقع احد صحفي الاسبانيين ابرمى صفقة تبادلية بين نادي ريال مادريد ونادي تشيلسي في موسم الانتقالات الصيفي المقبل وحسب الصحفي الشهير جويلين بالاك فان الميركات الصيفي قد يشهد صفقة تبادلية بين الناديين الاسباني والانجليزي تتمثل في انتقال دين هازارد لسانتياغو برنابيو مقابل انتقال جاريث بيل لستانفورد بريج وتحوم الكثير من التكهنات حول مستقبل كلا لعبين حيث رطبط هازارد اكثر من مرة بخطوة الانتقال الى الميرنغي خاصة مع اعترافه انه يود ارتداء قميص الملك في مسيرته المهنية بينما يتعرض بيل الكثير من الانتقادات بسبب تراجع مستواه مما دايل ارتباطه مرارا وتكرارا بامكانية مغادرة بطل اوروبا وقال بلك في تصريحات نشرتها صحيفة ديليكس بريس الانجليزية يجب على زيدان التركيز مع بيل اذا رغب في الحصول على افضل مستوى منه ولكن الخيار الاول للنادي الملكي سيكون محاولة بيعه استقر فريق برشلون على قميصه الجديد الذي سيرتديه الموسم المقبل بعد موافقة مجلس ادارة الفريق الكتالوني وذكرت صحيفة موندو دابورتيفو الاسبانية ان قميص برشلون في الموسم المقبل سيشهد تغير شكل الخطوط الشهيرة لعالم كتالونيا حيث ستكون بشكل قطري وليست عرضية مثل المعتاد وسيحمل القميص سامسينيرا ومن المقرر ان يقدم برشلون القميص للجمهير في مايو المقبل في الجولة الاخيرة من الموسم الحالي ويتوقع ان يرتدي برشلون قميصه في العاصمة الاسبانية امام ريال مادريد على ملعب سانتياغو برنابيو وحصل جوزم ماريا بارتيميو رئيس برشلون على موافقة نوابه الاربعة بشأن فكرة القميص والمقدمة من الشركة المصممة لملابس البلوغرانا شاركنا برأيك ترجمة نانسي قنقر